كورس كبكت الاحترافي من الصفر راح تسألي تقول ليش بالتحديد تطبيق كبكت اهلا في كل الادوات اللي يحتاجها كل ممنتج وصانع محتوى ايش تريد اكثر من كذا يا صديق العسل يجيب من شربك المفضل وشغل جهازك وتام معي خامس درس من كورس كبكت الاحترافي ويلا بينا تبدأ على بركة الله يا اهلا وسائل بكم من الجديد معكم بشعل واليوم راح تبدأ في شرح كيف تستبيد من النصوص وكيف تبرد النصوص على تطبيق كبكت وكيف تسوي كابشن احترافي على تطبيق كبكت بواسط الذكاء الصناعي وبواسط تنبلة الجهاز اللي هو فرنيان تطبيق كبكت بشكل مجاني عشان تفهم معي الكورس بشكل اوضح واكثر سلاسة لازم تراجع الكورس شوف الحلقات الموجودة عندك في وصف الفيديو وترجع حلقة حلقة وتشاهدها بشغف اللي ما راح نتعرك على قائمة تكست وكيف نستفيد منها في تطبيق كبكت قائمة تكست عندنا التكست دي بولت عندنا 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 تكست تنبلت عندنا اوتو كابشن عندنا لوكال كابشن اول قائمة هي التكست التكست هي العبارة اللي هي الاضافة اليدوية يعني انا اضيف بشكل يدوي التكست انا عايز اضيف تكست الآن مثلا اضيف انا اسمي واسم كبتن مثلا مش عال ما راح نكتب معي ديش لان ما يحاط او بحاط الخط باللغة هذا الشكل انا اتكلم هنا اخذ كنترول سين كنترول بي اضيف اليساج الكبتن تمام عادي فهات فهات الشيكين عشان انا اشغل المونتاج على هذا الميتوك سنشوف مع بعض كيف انضيف النتائج تمام الان اضيفت كابشن او نص بشكل يدوي شكل عادي شكل عادي بيتون لا حرادة ولا يدوي طيب انا عايز اعدل الوان بسط جدا اعدل الوان من القائمة نفسها انت الان وين على التكست المخاص في حكمة الباب اروح اقدر اتحكم في البولت واقدر اتحكم في النص نفسه يعني اغير الخط واختر الخط معين مثلا عندي هذا الخط مثلا عندي خط معين انا عايز هذا الخط مثلا هذا الخط انا احط معين غيرت الخط فاقدر اغير الخط واقدر اغير اللون على اي لون احتاج واقدر اخلي بولت وتحت الخط واقدر اخلي ماير من هذا الشكل يعني كل هذه الاشياء تتحكم فيها طبعا لو تكتب بانجليزي او بالعربي تقدر تحول الانجليزي مثل اذا كان مكتوب في تقدر تحول الاحرب تقدر تحول الاسم وهنا تتحولها لكل اسم يبدأ في بدايته حرب كبير تمام فعادي كل عمار خاصة من لغة الانجليزية هنا اللون هنا التنسيق بسلا اكتب بلالتنا اي كده انا بس عشان راح معي ايش راح استعمل من هذا الطائم الهي كيف راح تضبط لي النص يعني بس خلالنا نحولها المسط تجب انك تركز معي بس شوية ويكون صح صحي ايش الاشياء تسوي احنا بس سريع يعني بس طيب انا الان عندي هذا النص عايزه تنسق لاحظ معي كيف تنسيق الكورب راح تحدد كل النصوص مع بعض او مسلا انت عايزة تكون تبدأ مع بعض ببداية قل في الوسط بهذا الشكل وفي تنقل بالكتابة معاونا قل بهذا الشكل قل بهذا الشكل فانت تقدر تحكم فيها ازني ما تريد قل بهذا الشكل بالبداية من اليسار اليمين ومن اليسار اليمين او من هذا الشكل هذه ايش خاصة في ترتيب النص خاصة بترتيب المنصوص موجودة بكل برنامج يعني هاي توفر عليك وقت كبير لك انت تكتب بشكل يدوي لكن الان راح اعطيك ادوات تغنيك عن هذا الشكل كله ونجهزها بوسطة الادوات اللي وفرتها كبقط في اه تطبيق عن تستخدم تقنية تلك اصطناعي تمام كيف تبقى هذا بس عشان تعلم الاشياء الاساسية كيف نعدل الواق طيب هنا اقدر اضيف اه اقدر اضيف يعني اشياء خاصة برستات جاهزة وستايلات جاهزة لالتكس نفسه مثل هذا الستايل الاسود مع الامير لاحظ معي كيف حطانيا جميل طايلات جاهزة هنا تقدر تضيف باقراوند لاللون لالنص باقراوند الصفر باقراوند كلها تقدر طبعا تستخدم بشكل يدوي هنا تقدر تحكم في يعني حجم النص نفس تمام هنا تقدر تصديف يعني كيفريم لسكيل الان مثل ما شرحته في طعمة الكيفريم تقدر تستخدم الكيفريم تكبر النص والصغر وتسوي حركة للنص وهذا شرحته في درس الكيفريم موجودة في الوصف الخاص في الحلقة هذا الترجال وفي درس الكيفريم تفهم ايش الكيفريم وكيف راح تستفيد من النوع هنا طبعا تقدر مثل ما شرحت مع بعض تقدر تتحكم في بشكل يدوي وتتحرك بدلا ما تحرك بشكل يدوي وتتحرك مثلا ايس تتحرك شي بسيط فتقدر تستخدم البوزيشن في هذا الشيكتر سيحرك معك في الفيديو يبين يسار وهذا المكان نفس الموضوع شرحته في قائمة keyframe وهذا تتحكم في الروتيشن الخاص في النص وشرحته في قائمة فهذه تقلب النص أو تخلي في الوسط أو تخلي في أعلى الفيديو أو مثلا أنا عايز للنص يكون في المقدمة أو في الوسط في سنتر الفيديو فرح تساعدك أن تتحدد سنتر أو وسط الفيديو هنا وسط الفيديو تخلي في الأعلى في اليمين هنا اليمين هنا يسار هنا أسفل هنا أسفل أعلى هنا في الوسط هنا أسفل رح يساعدك أن تحدد المكان في أمان عشان ما يكون الفيديو خارج أو بعيد أروح على طائم الستروك الآن أقدر أضيف اللون أزرق أقدر أضيف اللون أحمر أقدر أضيف أي ستروك يختار في بالي الأبيض والأسود يمشي مع بعض وأقدر أتحكم في سمك ستروك كبير صغير في هذا الشكل فأنت عندك الحرية تأمى باكراوند طيب باكراوند لأنص وهذا نستخدم وغالبا في النصوص اللي نحن نشتغل عليها على تطبيق كبكاتل وتطبيقات المونتاج الاحترافية الأخرى أنا أقدر أتحكم في أدري أجيبه هنا باكراوند عشان يبيعي باكراوند أقدر أخلي يعني خبيب شوية عشان يبيعي معي وأكثر احترافية الراوند هو الحد الخاص في باكراوند أخليها نعمل شوية تمام الهايت هي الارتفاع الخاص في باكراوند أخليه عالي أو أخليه نحيك الود هو العرض الخاص في باكراوند الخاص في النص إذا يطبع معايك إذا يكون هناك صراحي تمام هو المساحة أو البراد اللي يكون في الباكراوند تمام خضي خمسة كلمة عشان ما يكون بعيد لو أزيدها راح يصير إيش مساحة وفاضية ببوق وتكون مساحة الباكراوند فاضي المرتبة على بوق ما أحلا ستفيد من هذا الشي لأنه راح يخرب للمنظر تمام لان سويت باكراوند سويت أشياء أنا أحتاجها هي الأشياء الخاصة في يعني اللون يصير مشع أكثر لاحظ معاين لون صار مشع أكثر قدر أختار لون معي مثل أحمر أزرق أخضر يكون اللون اللون أو الخفي مشععة وهذا الشكل يعني فيه شعاء ظاهر من النص تمام مش تختلف عندنا ستروك لا هذا يكون فيه زي الشعاء للمس أقدر أتحكم فيه بوته وانتشاره بهذا الشكل لها معاين شعاء مختلف عندنا ستروك وهذا تستفيد منه في وتقدر تضيف له كيف فريم يعني يتحرك معك بشكل يعني هذا الشكل نضيفه كيف فريم ننقص فتقدر تضيف له كيف فريم ويشتغل معاك يعني لاحظ معاك يعني يشتغل معاك ويزود معاك تخلي قريب عشان يبين معاك أكثر هذا الشكل لاحظ مؤلمة جدا خاف معاك خاف معاك الشادو هو الخلفية الخاصة في النص دعو أشيل أشيل الشادو أكثر أطفل حانا تصلح الشينا يروح الشادو هذا الشادو بس أشوف الشادو كيف راح يكون معي هذا الشادو تنوع بفضلة لونه أسود أخذي لونه أحمر لاحظ معاك الشادو يصار خلف البيديو تكن ستحكم بزاوية الشادو أشيل معي أشيل طبعا القلوب عشان يبين مع الشادو بس هذا الشادو الآن موجود صار لونه الزهري طبعا أتحكم بزاويته شوف معاك قوته أقدر أتحكم في مكان هذا الشي ماذا الشكل وأتحكم بزاويته في هذا الشكل الشي اللي يشوفه أنا مناسب مثلا عندي اللون الأسود أخذني اللون مثلا أبيض أو أزرق اهتمام هذا الشكل ومعني أكثر أكثر وضوح حين طبعا هنا النعومة خذني من الزاوية كيرب فهي النص كبدا في هذا الشكل شوف دائري هذا الشكل يعني الصراحة ابداع ابداع هذا بشكل عام قائمة تيكست والأشياء الرئيسية الخاصة بقائمة تيكست طيب إيش الأشياء اللي أنا راح أستفيدها من القائمة الثانية القائمة الثانية هذه القائمة خاصة للذكاء أصطناعي طبعا راح أشرح بشكل تبصيل في حلقة كاملة في أدوات الذكاء الصناعة الموجودة في تطوير كبكت إفكت الإفكت هي الأشياء الجاهزة اللي راح أستخدمها عندك مجموعة كبيرة من البريستات بأي منها وفي منها بدون أنيميشن لو أضغط على السهم الصغير في فعبة إفكت في قائمة تيكست راح تظهر عندي مجموعة كبيرة من قائمة البريستات الجاهزة البيسك هي الأساسية التريندينج اللي هي ضربة تريند أو شهورة زيادة يعني فيها التطبيق والمستخدمين الزيادة مثل هذا البريستات شو بلاحب معي اللي هو النون تمام يعني صراحة حلو جدا اكتب هذا لاحب معي الجمال غير الخط وهيطلع يكون معي أحسن لما غيرت الخط خطها لاحب معي الجمال كيف صار رائع جدا ازل تحت ازل تحت الحيطين مجموعة كبيرة لا ماتهية وهذه ما تجدها بأغلب برامج المنتاج للأسف هذا التلسيق راح على القائمة اللي بعدها اللي بعد هي افكتز نقفلها هي هذه القائمة مهمة جدا هاي تستخدمها في العناوين الخاصة في الفيديوهات واللاقيها عن طريق إضافات خارجية نضيفها على برامج المنتاج خاصة في البريمير أو عشان تحصل زي النتاجات لكن في تطبيق كبكات وفورو لك هذه الأدوات بشكل مجاني موجودة بشكل أساسي في نفس التطبيق هذا القائمة بعجبني سأل سماء راح يبدأ يتحرك من الميلة سارة حسب ما حركة التمبل الجاهز نحن نشوف يا سلام وعندك واجمع من التمبلتات الجاهزة عندك التمبلتات اللي هو الأسود إذا انت تختار هذا خاصصه للأشياءات الخاصة بإيش خاصة في العناوين والأشياءات خاصة في الضفور زي هذا شوف تلاهب معي قلنا نشغل شوف تجمتع تروح على طعم السوشيال ميديا الأشياء الخاصة في السوشيال ميديا مثلا لايك شير كل هذه الأشياء جاهزة سبسكرايب بهذا الشكل يعني هذا الأشياء بدأ ما تروح يجبك روبة خضرة ودلعونها أزرق فهذا الموجودة عندك جاهزة طبعا عشان تحل مشكلة اللغة العربية المعقوسة تجد تروح على تطبيق مثلا تطبيق أو موقع أكثر الموقع يعطيك الكتاب معقوسة عشان نضيف فيه زي هذا المكان مثلا إيش تسريب هنا نعطيك معقوسة تنسخها نضيفها في المكان هذا تطنع ماك مضبوط نضيفها تشوف عشان بس أحل لكم مشكلة الكتاب المضلوب لاحظ ما هي الحركة ياسلام على إبداع مثلا نضيفها تحت هنا نضيفها نضيفها الأشياء اللي انت تشوفها مناسبة هنا لايك ياسلام أطيق ياسلام شوف على إبداع ياسلام على الحركة الجميلة ياسلام أروح على من الأشياء المهمة اللي أنا أريد أشرحها بهذا الدرس راح تربعيك الوقت والجهد الكبير هذا هي إضافة في العربي بالذكاء أو أي لغة أنت تحتاجها في العالم بصراحة يعني أبدع بهذا الخاصية أضيف باللغة العربية مباشرة تحدد الصوت تحدد الفيديو تعطيه يبدأ الآن يضيف لي الترجمة باللغة العربية بكل بساطة وكل دقة وكل احترافية أضاف لي جميع النصوص على شكل طبقات فوق الفيديو أقدر عدل فيها وإذا فيها مشكلة مثلا عندي مشكلة في جزء من النص أقدر عدل فيها طبعا أنا راح تعمل أنه أساسا كلنا جميلة وشغالة معي زيه لو الآن أشغل أشوف مع بعض ما بعضت فضغطتي راح تنفهم أما لما آجي أسوي الحركة أضاف لي الكابشن بطريقة احترافية طيب أنا أنا أشوف النص الصغير أحتاج أني أكبره شوية هذا الشكل يعني خليه ناش وأحتاج أخلي بولت وأحتاج أغير مثل ما اتفقنا مع ببداية وشوفنا مع بعض كيف نغيره ونختار الخط ونغير الألوان مثل ما بعض شفناه ونغير اللون خلدي مثلا طبعا خلدي أبيض تمام ونقدر نسوي بالباغراوند أو نقدر نضيف يعني زي هذا اللون أو زي هذا اللون زي هذا اللون أنت يتشوفه مناسب فح نزل تحت طبعا ما إحتاج أنا البراغراوند راح أأسس البراغراوند بنفسي عشان المسافة تمام راح على نروح البراغراوند أضع البراغراوند وخلنا البراغراوند مسابتها طويلة تمام هذا الشكل تمام وخلقه شفافة شوي الباكراوند وخاص في الباكراوند ما تعلم مع بعض عشان يعطينا اكتب وضرب واسحب هذا شوي عشان يبدأ النص يقبل من استقفيل الوسط في هذا الشكل فاهم معاك كيف اضاف للكيبشن في طريقة احترافية لا 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 لو بدي ارغة طب قوة لا تنزل في الارض اكتر اه مبايز راح يريد اثير نسبته كمية اعتقد اعتقد امسي في المئة ما حسب بيش الحركة انا لو بدي امسك واحد واضغطه انا كاللون كيف شكتف معي كل حد بيز وازنك تتحكى في لون الباقران لتنعجب من اللون الاحمر او اللون الازرق يا سلام اللون الازرق اه هذا الاشياء كلنا راح توفع اي قطة جغل لوك الكابشن انك تضيف الكابشن مفرغ جاهز من مواقع ثانية زي هذا اللي تشوفوا قدناه لهذا يكون مضاف من المواقع الثانية طبعا هالطريقته تكون تافض وقت طويل يحتاج حلاقة ثانية فما راح تحتاجه اصلا ليش لانو انت الان عندك اوتو كابشن فما راح تحتاج ترجمة خارجية من خارجية من المواقع الثانية والى هنا انتهينا من حلقة هذا اليوم اتمنى اني يكون قدرت ابسط لك الامور كلها في تطبيق او في كورس كبكت الاحترافي واتمنى منك تدعمنا باللايك والشير وتشارك هذا المحتوى من اصدقائك المنتاج والتصويق وصناعة المحتوى عشان يستفيدون هذا الكورس المجاني ولا تنسى تضغط على زر الاشتراك وتضغط على زر اللايك عشان يستفيد الجميع وينتشر هذا المحتوى عند الجميع واشوفه في الحلقة القادمة وفي الختام سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا الى هلان تستغفر قواته وليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته